يا أهلا ورحبكم مشاهدين تؤكد مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية عاما بعد عام تميزها أو تميزها الفريد ورياداتها الأصيلة لا لكونها واحدة من أعرق المؤسسات التي تعنى بقضايا الأشخاص من دول إعاقة وحسب بل لحرصها واهتمامها بكل ما من شأنه تقدم ورفعة المجتمع بمختلف شرائحه وفئاته في هذا الإطار تتواصل الجهود وتستعد مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية إلى تنظيم المهرجان السادس للكتابة المستعمل الذي يأتي خلال الفترة من الثالث والعشرين وحتى السابع والعشرين من فبراير الجاري والذي يأتي منسجما مع توجهات صاحب السمو الشيخ الدكتور الشيخ خليفة بن زايد أنهيار رئيس الدولة حفظه الله بأن يكون عام 2016 هو عام للقراءة باعتبارها المهارة الأساسية لجيل جديد من العلماء والمفكرين والباحثين والمبتكرين عن المهرجان السادس الكتاب المستعمل يسرنا الترحيب ضيفتنا الأستاذ هبا الحمراني مدير إدارة الاتصال المؤسسة في مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية مرحبا يا هبا الكتاب المستعمل هذا المهرجان أنا حس الناس يتقبل عليه أكثر لأنه تكون فيه فرص لوجود كتب يمكن نادرة يمكن كتب كان واحد يحصل عليها ولكن حصل في هذا المهرجان ماذا جديدكم هذا العلم؟ الجديد يمكن ما حضرتك ذكرت في البداية أن هذا المهرجان منسجما مع توجهات الدولة بأن يكون هذا العام عام القراءة عام 2016 عام القراءة نعم عندنا فعاليات كثيرة فعاليات متنوعة فعاليات مصاحبة للمهرجان عندنا مزاد على الكتب القيمة والنادرة يمكن خلنا نقول أن يمكن الكتب اللي تكون موجودة بين الكتب في مهرجان الكتاب المستعمل ما صرنا نحصلها حتى في المكتبات لأنها الكتب قيمة ونادرة وقديمة نوعا ما فإن شاء الله يكون هناك مهرجان على أكثر الكتب ندرة اللي موجودة يمكن الفكرة بدأت من عام 2003 وتحديدا في مهرجان شارقة دولة الكتاب في دورة الثانية والعشرين بدأت من هنا فكرة استغلال أو الاستفادة ما باستغلال الاستفادة من الكتاب المستعمل تخبريني عن بدايات أو بداية هذه الفكرة وإلى أن وصلت إلى مهرجان الكتاب المستعمل الفكرة كانت هي مبادرة أو فكرة من أحد الزملاء هو زميل جهاد عبدالقادر طرح الفكرة على سعدة الشيخة جميلة ابن محمد القاسمي التي تبنتها وبلوروا الفكرة في عام 2003 في معرض الشارقة الدوري للكتاب في دورة اثنين وعشرين خصصت المدينة ضمن جناحها جزء صغير للتبرع بالكتب المستعملة أو الكتب المستعملة نعم بمبادرة طبعا نحن دائما صاحب السمو حاكم الشارقة يدعم المدينة في جميع الأنشطة نعم تبنى هذه المبادرة في زيارته للجناح ودعا كل الموجودين ودعا الجمهور أنهم يتبرعون ويدعمون هذه الحملة أو هذا المهرجان وبالفعل تحول المهرجان إلى حقيقة في 2006 في القصبة كان هو المهرجان الأول سنويا هذا المهرجان كل سنتين كل سنتين كل سنتين بس السنة اللي في 2015 ارتقينا كان فيه توجهات من السعادة المدير العام إلى عشان نحصل الكتب أكثر قيمة ويكون فيه تنوع في الكتب فكان يعني من هذه السنة إن شاء الله اعتبارا من هذه السنة بيكون كل ثلاث سنوات شو بصادركم في الحصول على الكتاب المستعمل الأفراد والمؤسسات المدارس نحن من بداية تقريبا من شهرين أو من أكثر من شهرين بدأنا في الاستعداد والتجهيز لمهرجان الكتاب المستعمل من خلال من خلال جمع الكتب نعم يعني أنا يتراوالي تعرفين نريم حتى يمكن الناس اللي عنده الكتب النادرة فيه في ناس الآن أنا عرفهم تدخلين مكتباتهم في البيت تشوفين كتب نادر يعني فيه عرف ريال ربيع عنده كليلة ودمن النسخة الأصلية القديمة صحيح ومحتفظ بها إلى الآن فيه أشخاص عندهم حب امتلاك هي وتشوفين عنده المكتبة ما شاء الله صحيح ما شاء الله يعني هل يقتصر الأمر على الكتب ولا أيضا ممكن مثلا المجلدات الدواوين بالضغط هي كل الكتب تكون بحالة جيدة وتكون ذات قيمة وتكون مناسبة طبعا للعادات والتقاليد هذه اللي يقوم فيها لجنة الفرز في المدينة تقوم بالفرز لجميع الكتب اللي موجوده حاليا عندنا في المخازن ما يزيد عن 150 ألف كتاب ما شاء الله من أكثر من شهرين لجنة الفرز والمخزم ما لكم أبدا لدبرهم في أرض المدينة فمن أكثر من شهرين تقريبا واللجنة بالمتطوعين الموجودين سواء من داخل المدينة أو من خارج المدينة يقومون بعملية الفرز وتصنيف الكتب اختيار الجيد منها وإعدام التالف ومن ثم تسعيرها شو سواء بالتالف هباب بيئة نحاولون إلى بيئة على طول بيعون لا التالف وعاد تدبيرها نحاولها إلى بيئة تقوم بيئة طبعا بإعادة تدويرها الآن شفنا يمكن التحضيرات كانت على الهواء مباشرة التحضيرات طبعا مقسمة يمكن أنتوا قسمتوا أجنحة علي أساس تم تقسيم هذه الأجنحة والمنطقة وين بالتحديد اللي شفناها صحيح يمكن أنا ما شفت نعيد مرة ثانية نحاولهم فضلك ماادة أرشيفية للأسف الفرز يكون في أرض المدينة في أرض المدينة عملية الفرز التم والبيع طبعا يكون في تقسم في أجنحة تقسمون الكتب على أجنحة بالضباب تقسم الكتب على حسب نوعيتها وعلى حسب المادة تصنف وتسعر إلى أجنحة نعم هذا في أرض المدينة أعتقد هذا التصنيف اللغات هل هناك لغات معينة أم مسموح؟ بكل اللغات ويتم حتى تصنيف الكتب باللغات الأخرى يتم تصنيفها على حسب المواضيع الموجودة ما استواهبة أن أنتم في أثناء إقامة المهرجان يوناس ويابوا كتب يتبرعون بهذه الكتب نستلمها فعلا نستلمها لا يتم فرزها أو تقييمها على طول تضاف لجنة الفرز والتسعير عملها قبل المهرجان وخلال المهرجان يتم فرز الكتب بعد اختيار الصالح منها والمتناسب مع العادات والتقاليد هذا الكتب مولي لأن هناك كتب يسمونها الإسرائيليات الكتب التبشيرية الكتب الأشياء فالإنسان ينتبه على الشيء صحان الله وصادفنا من الكتب الكثير وحاولناها إلى التالف حاليا عندنا 150 ألف كتاب خلال حملات حملة قائمة ترويجية للتبرع بالكتب المستعملة حملة موجهة للمدارس الحكومية حملة موجهة للمدارس الخاصة وحملة موجهة للمؤسسات النفع العام والجاليات هذه المؤسسات كلها تعطينا تزودنا بالكتب قبل المهرجان بيومين في أرض المهرجان لأن المخازن وعداد الكتب كبير جدا نتوقع أنها تصل إلى 300 ألف إن شاء الله لو أنا مثلا عندي عشر كتب ترضي أنا شخص عندي عشر كتب ينفع تمرع بهم؟ كيف تواصلوا يا أخي؟ هناك خلال الإعلانات في موقع المدينة على الويب سايت أظن أن الشباب تضعوا على الشاشة؟ أعتقد أنه يمرض على الشاشة وفي أرقام التليفونات أرقام التواصل ممكن المندوبين يكون في حال يخبرون الشباب في الكنترول أن هناك تبرع من التلفزيون للمهرجان؟ صحيح بالفعل لأننا لدينا مكتبتنا عامرة في التلفزيون كان في بريد إلكتروني طبعاً الذي أرسل الجميع الذي أريد أن يتبرع الكتب المستعملة وأعتقد أن هذه مبادرة جميلة جداً كافة مؤسسات الحكومية الخاصة تشارك جميع موظفيها أحمد بهذه الخطوة شيء جميل جداً صحيح لكن النقطة التي قالت هريم الكتب التالف ماذا تعني بالكتاب التالف؟ ماذا المقاييس التلف عندكم؟ تمام، يكون حالة محترية دعنا نقول أيها محترية وليس نظيف الغلاف ليس موجود الصبحات الداخلية ممزقة هذا هو يكون أفترض أن كان كتاب نادر لكن تعلم في بعض الكتب حاولنا أن نرممها خصوصاً إذا كانت الكتب نادرة طبعاً بالتعاون مع المؤسسات المختصة في المجال ندرة الكتاب ترفع من قيمته وترفع من سعره؟ طبعاً في السابق كان في السعر كان ثابت تقريباً درهم درهمين خمس دراهم لكل الكتب؟ لكل الكتب إلى عشر دراهم الله أكبر بعدين يون الجمهور هم اللي خلونا بصراحة نرفع الأسعار للكتب القيمة كيف هم الحرين؟ بس حتى الأسعار اللي ارتفعته متناول الجميع يعني أغلى كتاب ممكن يكون بخمسين درهم يعني هذا الكتب النادرة أو لو في نسخ القرآن الكريم أيضاً ممكن نسخ الكتب أو فقط كتب القراءة حتى القرآن الكريم حتى القرآن الكريم جميل جميل يستمر إلى متاهب المهرجان؟ من تاريخ ثلاث وعشرين من ساعة كم لساعة كم يكون يعني في متناول الجمهور أن يطلع هذه الكتب ويشتريها ربما؟ من تاريخ ثلاث وعشرين فبراير إلى تاريخ سبع وعشرين فبراير إن شاء الله الشهر الجاري إن شاء الله من الساعة العاشرة صباحاً إلى العاشرة مساء المهرجان فترة صباحية يكون في بريت الموقع أين يكون؟ الموقع في جزيرة في حديقة المخيل على البحيرة بجانب مسجد النور يعني أعتقد المكان والبقع كل حد يعرفه ممكن أن يتوجه لها وإذا لم يحب أن يشتري كتب ممكن أن يتبرع كذلك أيضاً بكتب حتى في هذه التواريخ بصح صحيح من ثلاث وعشرين إلى سبع وعشرين فبراير القادم استعدوا صحيح اللي عنده كتب وحب أن صدق والله صح هل ممكن يعني على عجالة الأقسام الكتب يعني هل عندك مثلاً فرز معين لأقسام الكتب هل مثلاً أدب أو في كل الأقسام بالضبط الكتب متنوعة في كل الأقسام والتقسيم حسب التقسيم العشري كتب خاصة بالأدب بالفنون بالعلوم بالسياسة بالتاريخ الإسلاميات الأطفال اللغات الأخرى يعني كل التنوع الجاليات كذلك هل هناك جاليات أخرى مثل الجاليات الأسيوية وغيرها بالضبط تتبرع أو تشتري عادة أو كيف تعاملهم مع بلغاتهم والله هم في كل شيء متعاونين الجاليات لأن مثل ما قلت هناك لجنة خاصة باستقطاب الجاليات بالتبرع يقومون بالتبرع يقومون بالتطوع خلال المهرجان في البيع وفي الفرز هم يؤمنون بأن نشر المعرفة صحيح صحيح خصوصا هذه مع توجهات صاحب اسمه الخليفة الله يوالي الصحة والعافية وعام القراءة هل يدكم تبرعات من خارج الدولة؟ إلى الآن لا يمكن أن تكون التكلفة تكون التبرعات صحيح تكلفة النقل صراحة مهرجان أكيد سيكون رائعة الله يواليكم الصحة والعافية هباء تستانسنا وياكم إن شاء الله بنيكم إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله شكرا لكم شكرا لكم